مسألة تحديد من هو الفقير وغير الفقير من هو المحتاج وغير المحتاج لها مقياس عالمي حدده البنك الدولي حتى 2008 كان المقياس هو دولار في اليوم يعني قرابة عشرة درهم في اليوم بعد في 2015 تعدل إلى دولار فاصلة 90 يعني حوالي دولارين نتكلم عن 19-20 درهم في اليوم وبالتالي المقياس موجود لضبط كما محتاج تتكلم على هذا الموضوع موضوع أن يكون السجيل مضبوط بشكل علمي وبشكل واقعي أظن بأن الاستفادة من هذا المعطى الذي يطرحه البنك الدولي سيسهل عمل هذه الوكالة هذا اعتقادي إضافة إلى ذلك طلعت على تقرير يقول تقرير حديث يقول بأن هناك حوالي أربعة مليون في المغرب تحت عتبة الفقر أي تحت أقل من دولار 90 أي أقل من 19-20 درهم بمعنى الأرقام ليست ولغة الأرقام هي بصراحة هي لغة عنيدة لأن لغة لها مصداقية عالية جدا وبالتالي الاعتماد على هذه الأمر لا يقتصر على المغرب إنما هناك منظمات دولية أيضا يهمها أمر المغرب وقدمت تقارير في هذا الصدد في مسألة الحاجة الاجتماعية مسألة الفقر وما إلى ذلك